هل محمد رمضان بالفعل تعمد إظهار من ظاهر الثراء ولا استعراضه لمتعلقاته الذهبية كان صدفة هل اللي بيعملوا ده بسبب غرور الشهرة وجنون المال زي ما الناس قالت ولا من حقه يتمتع بالفلوس اللي جمعها ويشتري اللي هو عاوزه طالما ما بيقزيش حد مفنان محمد رمضان رجع لإثارة الجدل من جديد بعد إعلانه عن آخر هدية جات له صبونا ذهب عيار 24 محمد رمضان ظهر في مقطع فيديو على حسابه على الانستجرام وقال إنه تلقى هدية من الدهب الخالص ممكن الناس في البداية تفتكر أكيد جالوا سلسلة ولا خاتر لكن الغريب إن الهدية دي هي صبونا عيار 24 محمد رمضان قال إن الصبونا دي هي أغلى صبونا في العالم وإنها جات له عشان يخسل بيها وشه لكن ما حددش مين اللي جابها له بالظبط ووجه رسالة ساخرة للمتابعين وقال اللي ديته الصبونا ما يزعلش بعد مقطع الفيديو ده ناس كتير تفعلت معاه في في ناس انتقدوه شافوا إنه بيتعمد إظهار مظاهر الثراء وفي ناس قاله هو من حقه يشتري اللي هو عاوزه بفلوسه مش فلوسه دي مش أول مرة الفنان محمد رمضان يثير فيها الجدل بالمتعلقات الذهبية فمن فترة ظهر وهو لابس قفاز من الذهب وظهر وهو لابسه أكتر من مرة فمرة ظهر به مع الشيف بوراك وكان بيعمل بإيده إشارة نمبر وان الشهيرة ومرة ظهر به وهو من داخل طيارته الخاصة فمن فترة محمد رمضان ظهر في مقطع فيديو وهو بيغسل أسنانه بمعجون من الذهب ووقتها في ناس تدولوا الفيديو على سبيل السخرية في ناس كتير هاجموا محمد رمضان وقالوا إنه بيتعامل مع الناس على إنهم أعداء وبيحاول يستفزهم محمد رمضان أثار عدد من الأزمات في الفترة الأخيرة وناس كتير قالوا إنه بيتعمد إظهار مظاهر الغنى والثراء فمرة يظهر وهو لابس كف دهب ومرة تانية يظهر وهو بيطير الدولارات في الهوى أو بيرميها في حمام السباحة ومرة يتصور داخل طيارته الخاصة أو جنب أسطور من العربيات ورغم إن محمد رمضان لجمهور كبير وفي ناس كتير مؤمنة بموهبته في التمثيل لكن فجأة بقى أسطورة في الأزمات مفيش شهر بيعدي إلا وبنسمع عن أزمة جديدة تسبب فيها ومع كل أزمة جديدة ناس كتير بتهجمه لكن الفنان لسه مصمم يستعرض مع ظاهر الغنى وناس كتير قالت عنه متكبر بعد أزماته مع عدد من الفنانين وآخرهم أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز الفنان محمد رمضان رفض إنها تقدم دور والدته في أحد أفلامه ووجه لها كلمات مهينة من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليق وقتها أثار حالة كبيرة من الجدل وبعض الناس اعتبروا الكلام ده إنه سخرية من التاريخ الطويل للفنانة القديرة وفي ناس قالوا إنه جنون الشهرة وغرور المال هو اللي دفعوا للسخرية من الفنانة سميرة عبد العزيز ومن أشهر أزماته أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسرى الأكيد كلنا سمعنا عنها الفترة اللي فاتت الأزمة دي بدأت بصورة في الطيارة وانتهت بموت الطيار بعد تعرضه الأزمة صحية لكن هل اللي بيعمله محمد رمضان ده بسبب غرور الشهرة وجنون المال ولا من حقه يشتري اللي هو عاوزه بفلوسه